أكد نجم الكرة الأردنية محمد أبو زريق شرارة أنه يتطلع لتقديم الإضافة الفنية المطلوبة في رحلته الجديدة مع الترجي التونسي الذي وقع معه يوم أمس وأضاف شرارة في تصريحات إعلامية بأنه تحصل على عدة عروض من المغرب وقطر لكنه فضل الانتقال للترجي التونسي وكان نادي ترجي التونسي قد أعلن يوم أمس عن تعاقده رسميا مع شرارة بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم قررت إدارة نادي الرمثة صرف مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني يوم غد من أجل رفع معنويات اللاعبين قبل المواجهات المقبلة كما قررت إدارة الرمثة تخفيض أسعار تذاكر المباريات البيتية للنادي بحيث تصبح الدرجة الأولى ثلاثة دنانير والثانية دينارين والخاصة سبعة دنانير ويخد الرمثة الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري مع نادي معان وهو مطالب بتحقيق الفوز ولا غيره كونه يحتل المركز التاسع برصيد خمسة عشرة نقطة سحبت يوم أمس قرعة بطولة غرب آسيا السابعة للسيدات لكرة القدم والتي يستضيفها الاتحاد الأردني على ساد الفترة بمدينة الحسين للشباب أواخر الشهر الحالي ويشارك في البطولة أربعة منتخبات هي فلسطين ولبنان وسوريا إلى جانب الأردن المضيف وجرى توزيع المنتخبات خلال القرعة على مجموعة واحدة بحيث تقام مبارياتها وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة وسيتوج الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعة باللقب وبحسب القرعة يشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مبارتين الأولى بين فلسطين ولبنان فيما الثانية بين منتخبي الأردن وسوريا حقق فريق الوحدات ودير علا الفوزة يوم أمس الاثنين ضمن مرحلة نصف نهائي دور الدرجة الممتازة للكرة الطائرة وفاز دير علا على نظيره شباب الحسين في المباراة التي جمعتهما في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بثلاثة أشواط مقابل شوط وفي اللقاء الأخير تغلب الوحدات على نظيره فريق العودة في المواجهة التي جمعتهما في صالة قصر الرياضة أيضا وجه مدرب ليفرفول يورغن كلوب الانتقادة لمهاجمه الجديد داروين نونياز الذي تلقى بطاقة حمراء في التعادل خلال مواجهة فريقه مع كراستال بالاس ولم ينجح كلوب للأسبوع الثاني على التوالي بتحقيق الفوز بعد تعادله يوم أمس بهدف لكل فريق مع كراستال بالاس وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد اللقاء أن فريقه بدأ الشوط الثاني بشكل إيجابي لكن الحصول على البطاقة الحمراء كانت بمثابة ضربة قاضية وأضاف أن نونياز تم استفزازه لكن ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها